ونروح لأخبارنا الثانية الحقيقة تريند دايما في أول رمضان بيبقى من نصيب رامز جلالي وبرنامجو الحقيقة رامز مجنون رسمي جنن كل متابعي بمقلبه وكلامه وطريقته فيه اللي بيهاجمه وبرضه بيتفرج عليه من باب الفضول وفيه اللي بيحبه وبيتابعه كل سنة لكن كل اتفق انه أقوى حلقة عملها رامز لحد دلوقتي هي حلقة ياسمين صبري على صراحة من الناس اللي بحب أتفرج على رامز طيب فيه كاتب صحفي الكتب الكبير محمد علي خير كتب على حسابه على فيسبوك وقال تفتكروا رمض جلال لو عمل مقلبه دي مع فنانين أمثلا الفنانة الكبيرة فاتن حمامة أو يوسف واهبي أو محمد عبدالوهاب أو كابتن الجهري وغيرهم من ناس كتير قوي جمال كانوا موجودين في زمن الفن الجميل يا ترى هيوافقوا مهما كانت الأغراض المادية ولا مش هيوافقوا بصوا أنا شايفة انه زمان حاجة ودلوقتي حاجة تانية زمان كان فيكم ميديا جميلة وكنا برضو بندحك عليها بس الزمن اختلف والفنانين والممثلين اختلفوا والسوشيال ميديا ما كانتش موجودة زمان بس بقت موجودة دلوقتي